هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عدد من اللقاءات مع نواب مجلس النواب حول أبرز المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة للمجلس وأكد النواب أن الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد ستعدل أضخم في تاريخ البلاد الأول مرة الحكومة تتقدم موازنة الحكومة العامة اللي بتضم الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وموازنة حوالي 59 هاية اقتصادية بتمثل الإرادات فيها حوالي 5 و 3 من 10 تريليون والمصرفات 6 و 6 من 10 تريليون الموازنة العام القادم تتضمن انفاق حوالي تريليون ونص على التعليم والبحث العلمي والصحة الموازنة النهاردة هي أكبر موازنة في تاريخ مصر بنتكلم على فوق 3 تريليون جنيه مصري بنتكلم عن حزم اجتماعية مرتبطة بالدعم للمواطن مصري هي الأكبر على الإطلاق قفزت لحوالي 29 في المئة زيادة 30 في المئة زيادة في الدعم الموجه للمواطن المصري ووصلنا ل 636 مليار جنيه دعم بنتكلم على خطة كبيرة جدا لتطور التعليم حوالي 45 في المئة زيادة فيما كان منفق العام الماضي على التعليم لوصلنا 885 مليار